موسيقى التفجيرات التي شهدتها باريس لم تهز فرنسا فحسب وإنما هزت العالم بأسره تفجيرات باريس أثارت تساؤلات عديدة قد لا يبدو من السهل وجود الإجابة عليها بدء مما إذا كان ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية قد غير من استراتيجيته وليس انتهاءا بتبعات ذلك على أزمتي سوريا واللاجئين مرحبا بكم مشاهدي ومستمعي بي بي سي في حلقة اليوم من برنامج حديث الساعة أرحب بكم أنا راني العطار وأرحب بضيوفي من بروكسل علي وحيدة الصحفي المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي كذلك أرحب بضيفي هنا في الأستوديو عبد الباري عطوان رئيس تحرير جريدة رأي اليوم العربية ولكن مشاهدينا قبل أن نبدأ هذا الحوار نتابع معا هذا التقرير الذي يتداول تفجيرات باريس وتداعياتها على نفسها جنت داعش أو ذلك ما تعكسه ردود الأفعال الغربية في الهجمات باريس وإعلان تنظيم الدولة مسؤوليته عنها وما أفرزته من زخب أكبر لمحاربته بدءا بإعلان الرئيس الفرنسي فرانسواء أولون الحرب عليه وشن مزيد من الهجمات على مواقعه في سوريا وقد استضافت فرنسا في منتصف سبتمبر من العام الماضي مؤتمرا دوليا لوضح استراتيجية لمحاربة تنظيم الدولة ووصف أولاند التنظيم حينها بحركة لا تعرف الحدود فإذا ببلاده تصبح أول ضحاياه في أوروبا وكانت أول دولة أوروبية تشن هجمات عليه وإن كان الرئيس الفرنسي قد أعلن إجراءات دستورية وأمنية لمواجهة ما يصفه بالإرهاب ودع المواطنين إلى الوحدة إلا أن هجمات باريس ربما لن تمرك الهجمات السابقة التي شهدتها فرنسا ومن بينها ما تعرضت له العاصمة الفرنسية في يناير الماضي وهجوم القاعدة على صحيفة شارل أبدو ويرى البعض أن الأصوات الداعية للتضامر مع المسلمين باتت أكثر خفوتا مما قد ينبئ بشرخ اجتماعي بين المسلمين وغيرهم هجمات باريس التي هزت الغربة وأثبتت أن سياسة الاحتواء التي ظل ينتهجها حيال التنظيم لم تحل دون وصوله إلى قلب فرنسا حسب رأي البعض إلا أنها لم تدفع الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى تغيير استراتيجيته الرافضة إلى إرسال قوات أمريكية على الأرض وهي استراتيجية تعكس آراء مستشاريه وقادة قواته على حد قوله وفي ظل الزخم العسكري الحالي ضد التنظيم تظل جزول المشكلة قائمة مع وجود ذات الأوضاع السياسية والأمنية المضطربة ليس في سوريا فحسب بل في عدد من البلدان التي يتواجد فيها التنظيم ويبدو أن هجمات باريس قد دفعت إلى نوع من التقارب بين روسيا والولايات المتحدة وإن لم يصل إلى حد التنسيق الاستخباراتي ويؤمل أن يؤدي إلى تقارب سياسي أيضا بينما بدأ التنسيق الاستخباراتي بين فرنسا وروسيا بعد هجمات باريس وما سبقها من حادثة الطائرة الروسية فإن المصائب يجمعن المصابين علي مصالح بي بي سي نبدأ حوار حديث الساعة على أستاذ عبد الباري العطوان مرحبا بك مرة أخرى أستاذ عبد الباري فرنسا وإن لم يظهر الشيطان بعد انتفاصل هجمات باريس ولكن السؤال الأكبر لماذا فرنسا لماذا هي في صلب هجمات تنظيم الدولة الإسلامية فرنسا لأنها أولا شاركت في الغارات ضد الدولة الإسلامية والبيان الذي أصدرته هذه الدولة قالت فيه أنها تنتقم لمثل هذه الغارات التي أقدمت عليها السلطات الفرنسية في العراق وفي سوريا ضد مواقع هذه الدولة هذه نقطة النقطة الأخرى لأن في فرنسا هناك 6 ملايين مسلم يعني فرنسي من أصول إسلامية وهؤلاء يعني نسبة كبيرة منهم تعاطفت مع الدولة الإسلامية وأكثر من حوالي ألف من هؤلاء ذهبوا إلى الرقة وإلى الموصل وانخرطوا في القتال تحت علم هذه الدولة مضافا إلى ذلك هناك مجموعة تحولت إلى الإسلام أو تبنت الإسلام كديانة من الفرنسيين الأصليين وهؤلاء أكثر تطرفا من غيرهم حتى من المسلمين الأصليين فكل هذه العوامل لمشاركة فرنسا في الهجمات الجوية ساهمت في اختيار باريس لمثل هذه الهجمات ورأينا كيف استطاعوا أن يعني ليست لون وولف زي ما بقوله ليست ذئاب منفردة وإنما عملية مخططة لها بشكل جيد ثمانية أشخاص اشتركوا فيها هاجموا ست مواقع في الوقت نفسه ولو استطاعوا أو استطعت الخلية التي استهدفت الملعب الرئيسي في باريس ربما لكانت الضحايا أكثر من ذلك بكثير جدا أستاذ علي وحيدة من وجهة نظر أوروبية هجمات باريس ماذا تكشف عن نوايا التنظيم إلى أوروبا؟ في الواقع كما ذكر المتحدث أن فرنسا هي المستهدف وفرنسا كما تعلمون رسميا أعلنت الحرب على داعش وكلمة أعلان الحرب هو تطور خطير جدا في بروكسل وفي برلين وفي غيرها من العواصم لا يتقاسم السياسيون هذا المصطلح وبالنسبة للاتحاد الأوروبي يجد نفسه في موقف صعب الآن لأنه اضطر لتفعيل المادة 47 من اتفاقية لشبونة للتضامن مع فرنسا ولكن هذا التفعيل هو مجرد تفعيل رمزي لأن لا أحد هنا يريد الدخول في حرب فرنسا عندما أعلنت الحرب على داعش فإنها وضعت هذا التنظيم الإرهابي بمرتبة الدولة وهو ما ينفيه الأوروبيون ويعتبرون أن ظاهرة العنف السياسي والإرهاب ستتمخذ عنها تدابير وإجراءات وخطوات خطيرة في المستقبل على الصعيد الأوروبي وعلى الصعيد الأقليمي هناك مراجعة للخيارات الأمنية ويتجه الاتحاد الأوروبي بشكل حثيث إلى مراجعة خياراته الأمنية ويربط ذلك تدريجيا بظاهرة اللجوء كما أنه يوجد تغيير للخيارات الدبلوماسية لأن الضربات التي وجهتها داعش حتى هذا النقطة تحديدا إعلان الحرب في فرنسا بترجمة عملية وأجرائية ماذا يعني حرب ضد ضمن تحديدا هل هو فقط الهجمات التي رأيناها التي قامت بها فرنسا عن طريق الغارات الجوية على الرقة أم أن هناك ربما جوشا أوروبية سنراها ذاهبة إلى سوريا والعراق هذا الاحتمال مستبعد هذا الاحتمال أكثر من مستبعد لأن الدول الفاعلة وهي ألمانيا وبريطانيا لا تؤيد الطرح الفرنسي حسب المصادر الأوروبية هناك اتجاهات محددة لتقديم الدعم لفرنسا هذا الدعم قد يكون بإرسال قدرات عسكرية أو عناصر ونشرها في الأماكن التي نشرت فيها فرنسا وتقوم بعمليات مثل منطقة الساحل الأفريقي ومثل لبنان كما أن فرنسا تدفع في الكواليس الآن وخلافا لما تعلن تدفع إلى تسليح المعارضة السورية المعتدلة وفتح مخازن الذخيرة الأوروبية للمعارضة حتى تتمكن من الجلوس جنبا إلى جنب مع روسيا والولايات المتحدة في أي صفقة مقبلة حول سوريا الرئيس الفرنسي يتوجه يوم 24 نوفمبر إلى موسكو ويوم 26 نوفمبر إلى واشنطن ويبحث عن دعم مالي ودعم في الذخيرة للمعارضة السورية ويريد أن تظل باريس في مركز اتخاذ أي قرار بالنسبة للصفقة المعلنة والتي يتحدث الدبلوماسيون على أنها لن تتجاوز الأسابيع من الآن لأن هذه الحرب تحولت إلى أوروبا وأوروبا لها ملفات خطيرة أخرى هذه الحرب أستاذ عبد الباري تحولت إلى أوروبا تنظيم الدول الإسلامية كان يركز في هجماته وضرباته على المناطق الداخل أو على عدو الداخل كما يصفه اليوم يقول يذهب إلى العدو البعيد ما سبب هذا التغير في الاستراتيجية؟ في تقدير سبب هذا التغير الهجمات الجوية الغارات الجوية الضخمة التنظيم في البداية اعتمد نظرية التمكن أي أن يسيطر على أراضي وأن يقوي قبضته عليها ثم بعد ذلك يتوسع في دول الجوار الآن أصبح التوسع شبه مستحيل بسبب بسيط لأن الأمريكان لجأوا إلى البشمرقة في العراق وخسر سنجار في الفترة الأخيرة لمصلحة قوات البشمرقة أيضا خسر أجزاء كبيرة من الرمادي مثلما خسر أيضا بيجي وخسر تكريد ربما الآن قرر أن ينتقم قرر أن ينتقل إلى مرحلة العدو البعيد وإلى مرحلة التوحش أو خلق التوحش في الدول الغربية هو يريد من ذلك أو يعني أصبح في البداية كان يرفض أن يتبنى أسلوب القاعدة أسلوب تنظيم القاعدة تنظيم القاعدة كان دائما يستهدف العواصم الغربية للانتقام للثأر لإلحاق أكبر قدر ممكن من الأذى الاقتصادي والأذى السياسي وأيضا للوصول إلى تغطية إعلامية كبيرة يبدو أن الدولة الإسلامية الآن بدأت تتبنى هذا النهج نهج الهجوم المضاد يعني أنتم تهاجمون في مناطقنا نحن سننقل الحرب إليكم ننقل الحرب إليكم لثلاث أهداف الهدف الأول هو التغطية الإعلامية الكبيرة يعني لو ضربوا أي دولة مشغل الاستعراض الذي شاهدناه يعني أن العالم كله الآن مشغول بهذه القصة مهمة جدا الإعلام هو أكسجين هذه الجماعات وهذه المنظمات الأمر الأول هو تخريب العلاقة بين اللي هو الفرنسيين من أصل إسلامي وبين الحكومة الفرنسية بما يؤدي إلى تقليب اليمين وهذا يعني ضد هذه الجاليات الإسلامية الأمر الذي سيصب في خدمة مخططات التجنيد للدولة الإسلامية لزيادة عدد مقاتليها الخبراء في صففها السبب الثالث في تقديري هو استفزاز فرنسا واستفزاز الغرب لردود فعل متسرعة ومتعجلة وإرسال قوات على الأرض لأنه إذا أرسلت أوروبا قوات على الأرض هذه نقطة مهمة أثرتها يعني فصل النقطة الثانية أريد أن نقولها إلى دكتور علي وحيدة دكتور علي أنت قلت في بداية حدثك بأن الغرب ليس متوحد في السياسة الدفاعية على صعيد الداخلي حتى الآن لكن مسألة شق الصف بين من هم غربيون أو يحملون الجنسية الفرنسية والألمانية أو غيرها من الجنسيات من أصول مسلمة ومن هم أصلاء في هذه البلدان هذه الظاهرة ألم تخيف الاتحاد الأوروبي في التعامل مع هذه القضية وعدم فتح ثغرات الفوضى يعني خلق الفوضى هي البيئة الآمنة ربما للتنظيم كي ينتش كما حدث في العراق وفي سوريا وحتى في لبنان إلى حد ما في الواقع الأجهزة الأمنية الأوروبية والمسؤولين الأوروبيين على دراية منذ عدة سنوات بظاهرة التجنيد ظاهرة التجنيد وظاهرة القتال في سوريا والعراق وحتى في ليبيا يعني لم تولد من داعش وهي تحظى بدعم من دولة من دول النيتو وهي تركيا والغرب يعلم جيدا والأوروبيون يعلمون جيدا أن زعزعة الدول العريقة العربية هي مستمرة منذ الربيع العربي إذن إذا كانت الدول الغربية تخشى من زعزعة نسيجها الاجتماعي ومن مخاطر عدم الاندماج لا تحركت ولكن الآن الأمر يتعلق بسقوط عدد غير مسبوق من الضحايا المدنيين في باريس وهذا يحتم على الاتحاد الأوروبي يعني هذا ما يفسر لجوء فرنسا إلى دعوة إلى تفعيل اتفاقية الاتفاع الأوروبي وليس الناتو؟ بالضبط لو كانت فرنسا تريد دعم عسكري فعلي لجأت إلى المادة الخامسة من مثاق حلف شمال الأطلسي ولكنها لجأت إلى المادة 7-42 من اتفاقية لشبونة ونفس اتفاقية لشبونة تنص على أن الأمور العسكرية والأمنية هي من صلاحيات وسيادة الدول يعني هناك تناقض واضح ولكن بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي يمر بأزمة هيكلية عميقة جدا بالنسبة للجوء سيوظف هذه التطورات بالنسبة لإدارة أزمة العنف والإرهاب ليوظفها إلى احتواء التدعيات السياسية الوخيمة المتفاعلة بالنسبة للاجئين وهناك ربط بين ظاهرة اللجوء وبين الحركة ولكن حتى الآن ربما من هم لاجئون وقاموا بهذه العمليات والهجمات لم تنتهي التحقيقات حتى الآن ولكن ليس معروف إذا كان هناك بفعل لاجئون قد قاموا بهذه الهجمات ما المعروف أن هناك فرنسيون يحملون الجنسية الفرنسية من أصول مغربية وجزائرية وغيرها من نفذوا هذه الهجمات ولكن البناخ الآن يسير هذا يتجاه لا يتجاه فقط ولكن البناخ الآن هو وجود انتكاسة لسياسة الهجرة الأوروبية عقد القادة الأوروبيون خلال العام الحالي سبع قمم استثنائية لمعالجة قضية الهجرة والآن هناك تهديدات على الحكومات في ألمانيا وفي الدول الأخرى هناك تصدع بين المجموعة الدول الغربية المنتمية للاتحاد الأوروبي ودول وسط وشرق أوروبا يعني هناك مخاوف حول مستقبل الاتحاد والخوف الأكبر هو احتمال تصدع نظام شنغن الأمني الذي يعتبر المكسب شبه الوحيد للاتحاد الأوروبي حتى الآن وهو الذي يغذي السوق الداخلية الآن فرنسا تقول بأنها ستؤمن حدودها منفردة وهذا سيجعل ضبط الحدود مسؤولية فرنسا وبالتالي عمليا يعني الاتحاد الأوروبي والحدود المفتوحة أصبحت مسألة جدلية أكثر منها واقعة طبيعي عندما تقول فرنسا أنا سأغلق حدودي أنا سأتولى تأمين هذه الحدود هذا يعني سقوط اتفاقية شنغن هذه التي تبيح الحركة في أوساط جميع الدول الأوروبية الموقعة على هذه الاتفاقية وهي تقريبا 27 دولة باستثناء بريطانيا طبعا اللي هي الوحيدة التي ظلت خارج هذه الاتفاقية هذا يعني قيود جديدة على الحركة هذا يعني أيضا ضغوط أكبر على حقوق الإنسان على الحريات التي كانت دائما هي النموذج وهي نقطة الجذب بالنسبة للنموذج الأوروبي بالنسبة للاتحاد الأوروبي على وجه التحديد يعني كيف سيكون حال الاتحاد الأوروبي إذا أصبح مثل الدول العربية الدكتاتورية مثلا أنه يعني فرض قيود على الدخول وتدقيق في الحدود يعني هناك من يقول بأن هناك صفحة ليس معروف يعني تقوم فيه ربما بعض الصحف فرنسية تقول بأن الفرنسيون اليوم يقولون يعني خذوا حريتنا وعطونا الأمن ولكن مقابل ذلك ما نشهده اليوم من تحول في السياسة الفرنسية الداخلية هذا في كيف يعطي الأفق ربما لتنظيم الدولة الإسلامية بأن بالفعل يحقق غاياته ويحقق ما يصبو إليه وبالتالي ربما يسحب المعركة من أراضيه في داخل الأراضي العربية إلى أوروبا وهل صدمات صدمة باريس ستنتهي أم أن بالفعل أن أوروبا يمع على قلب رجل واحد في التعامل مع التنظيم لا يعني هذه الهجمات ربما تكون قمة جبل الجليد حقيقة لسبب بسيط لأنه الآن في حالة استنفار في كل أوروبا بريطانيا تتوقع مثل هذه الهجمات ديفيد كاميرون طالب بزيادة الميزانية للأمن ولتوظيف 1900 رجل أمن ولكن لبدا بريطانيا ربما متأخرة قليلا عن فرنسا في التعامل مع التنظيم أو في الهجم مع التنظيم ربما هي تساعد في العراق وفي شمال العلاق تحديده لكنه اليوم كاميرون يتحدث بأنه سيمحث مع البرلمان البريطاني مسألة الحصول على موافقة لشن ضربات حتى الآن لم يحصل على الشرعية المؤسساتية في الدخول في حر ضد التنظيم في سوريا يعني ما هو أرسل هذا ليس دقيقا أنا في تقديري أن ديفيد كاميرون يضلل الشعب البريطاني مثل ما ضللهم بدرجة أكبر الذي هو توني بلير قبله يعني بريطانيا الآن لها طائرات وقتلت بريطانيا ثلاثة من مواطنيها الذين انضموا إلى الدولة الإسلامية ويعني أيضا أمريكا قتلت أيضا اللي هو الجهاد جون مثل ما يقولون فبريطانيا تمارس هذه الحرب يعني دعيني أقول شيء أساسي بريطانيا فرنسا أمريكا روسيا كلها أصبحت دول شرق أوسطية أصبحت موجودة في الشرق الأوسط أصبح لها وجود مباشر في سوريا وفي العراق يعني وهذا يعني يؤدي حتى القصة العدو البعيد نظرية العدو البعيد هذه أيضا سقطت لأنه لم يعد هذا العدو بعيدا أصبح هذا العدو في سوريا وفي العراق على حدود الدول الإسلامية ولكن يعني العدو البعيد أو مهاجمة العدو البعيد لم ينجح في بريطانيا ولكنه نجح في فرنسا هل هذا بسبب قدرة الأمن البريطاني وأخفاق الأمن الفرنسي؟ لا شك أن الأمر يعود فعلا إلى إجراءات أمنية لكن علينا أننا نتسرع نحن لا نعرف إن شاء الله ما تحصل له جماعة في بريطانيا لكن هذه بداية هذه بداية ربما تحصل هناك هجمات أخرى لا نعرف ماذا يخطط هذا التنظيم دائما يفاجئنا فجأنا باحتلال الرقة فجأنا باحتلال دور الزور أو معظمها فجأنا باحتلال الرمادي فجأنا باحتلال تدمر فجأنا باحتلال الموصل ثاني أكبر مدينة عراقية هذا التنظيم ما زال قادرا على المفاجآت فجأنا بهجمات باريس وبهذه الضخامة ديفيد كاميرون قال نحن أو الهجزة الأمنية أحبطت سبع هجمات في بريطانيا ولو نجحت هذه الهجمات ربما لكان تأثيرها ضخم جدا لكن لا نعرف ما هي طبيعة هذه الهجمات حتى الآن من الذين تم اعتقالهم هناك عملية تضليل أو عملية تعتيب في هذا الإطار لكن لا شك ربما أنه أولا حجم الإسلاميين المتشددين في فرنسا أضخم بكثير من حجهمهم في بريطانيا يعني هناك ست ملايين في فرنسا كم عددهم لا يزيد عن مليون في بريطانيا مثلا فمسألة نسبة وتناسب أيضا في المسلمون في فرنسا مهمشون ويعانون من الكثير من عملية التمييز ولحظنا له ثورة الضواحي وماذا حصل أيام ساركوزي وهزت فرنسا كلها لأن هؤلاء مهمشون والإضافة لذلك أنه يواجهون صعوبات كبيرة في العمل صعوبات كبيرة في الدراسة وهناك اليمين في بريطانيا أقوى بكثير من اليمين في فرنسا أقوى بكثير من اليمين في بريطانيا اليمين اللي هي الجبهة الوطنية لها أكبر مقاعد أكبر حصة في البرلمان طيب دكتور علي وحيد اليوم هل ترى فرنسا مغالية ومندفعة في إجراءاتها أم أنها تقوم بالإجراءات الصحيحة مقابل دولة أعلنت عليها الحرب كما قال ساركوزي وهي في حالة حرب وبنفس الوقت هل وقت التساؤلات وربما الحساب عن الحكومة الفرنسية اليوم وأنها غير قادرة على حماية شعبها هل بدأ بالفعل فتح هذا الملف أم أنه من السابق لأوانه لقد تم فتح الملف بالفعل وليس في فرنسا فقط ولكن في بلجيكا أيضا وهناك أصابع الاتهام توجه إلى الأجهزة الأمنية ووجود قصور ووجود انفلات أمني ووجود عدم استعداد ولكن هذا من ناحية العملاتية ولكن من ناحية المبدئية فإن القصور هو يطول جميع الاتحاد الأوروبي وسياسته في المنطقة الإرهاب هو ظاهرة تهم شعوب الشرق الأوسط وشبال أفريقيا وشعوب أوروبا منذ الربيع العربي تخلى الأوروبيون عن المبادئ المؤسسة لاحتواء العنف والإرهاب وقاموا بدعم أو بالتواطئ مع تيارات أو مع أوضاع محددة في المنطقة لقد أعلنوا الحرب على داعش في سوريا والعراق ولم يعلنوا أي كلمة إلى اليوم بشأن ما يجري في ليبيا وليبيا هي الدولة التي تعتبر المصدر الرئيسي للهجرة الأفريقية لأوروبا ويتغافلون على ذلك لماذا هذا الدول؟ هل هي مسألة المصالح الاقتصادية؟ أم أسألة الاختلافات السياسية بين دولة وغيرها؟ هناك منذ البداية مراهنة على التيارات الإسلامية في المنطقة وفي الحالة ليبيا هو أمر مفضوح جدا لأن الاتحاد الأوروبي تغافل عن عملية استيلاء على السلطة بشكل شرعي وتحالف للميليشيات وتغافل عن ذلك ورفض الخوض في المسألة الليبية والتصق بمهمة برنردين وليون وإلى الآن نحن نلاحظ تبعات ذلك ولكن الأمر المهم هو أن فيدريكا موجريني المسؤولة عن السياسة الخارجية الأوروبية تحدثت اليوم أمام البرلمان الأوروبي عن ما تسميه بسياسة الجوار الأوروبي الجديدة وهناك انقلاب فعلي في سياسة الجوار التي ستركز من هنا فصاعدا على عاملي الاستقرار والأمن وسوف تتخلى تدريجيا عن أطروحات حقوق الإنسان يعني أن الاتحاد الأوروبي اعترف للمرة الأولى منذ الربيع العربي بأن خياراته كانت خاطئة وأن الاستقرار والأمن يكمن في حماية المؤسسات وفي حماية الدولة العتيقة وليس في حماية التيارات المتطرفة دكتور عبد الباري بمعنى أن المؤسسات العريقة في الدول العربية يجب أن تبقى كما هي وليس أن نلجأ إلى تغييرات كما يقال الربيع العربي ولكنه انقلب إلى ربما فوضى في بعض الدول يعني المشكلة الخطيرة جدا في السياسة الأوروبية وخاصة في ليبيا وفي سوريا وفي العراق هو أن لديهم دائما الخطة ألف وليس لديهم الخطة باء يعني ماذا فعلوا في ليبيا؟ فعلوا في ليبيا أن أرسلوا قوات أو طائرات حلف النيتو نجحت في إطاحة النظام وبعد ذلك انتهت المهمة ودمروا مؤسسات الدولة بالكامل دمروا المؤسسة الأمنية دمروا المؤسسة العسكرية دمروا المؤسسة الإدارية التي تدير هذه الدولة من الذي ملأ هذا الفراغ؟ اللي هي الجماعات الإسلامية المتشددة والميليشيات والقبلية والتفتيت هذا نفس الشيء حدث في العراق عندما ذهبت القوات الأمريكية هجمات باريس اليوم حدثت بتخطيط ربما من ما تعرف من منطقة نفوذ تنظيم الدولة الأساسية وبالتنفيذ بأدوات في داخل باريس وهذا يشير بأنه تنظيم الدولة ربما في العراق هو الأفعال والأقوى رغم وجوده في ليبيا أو في مناطق أخرى نعم التنظيم الدولة يتعرض أيضا لقصف فتتوقع منه أن يرد هذا أمر طبيعي ساركوزي أسف أولند يعلن الحرب على تنظيم الدولة الحرب قائمة الحرب قائمة منذ عامين تقريبا ضد الدولة الإسلامية يعني هو أعلن شيء متأخرا يعني على الأقل عام متأخرا يعني الحرب موجودة وقائمة والطائرات تقصف من كل F-15, F-16, F-1 مليون كلها شغالة في هذه الأمر فالقصة الأساسية أنه عندما تهاجم أناس تتوقع أن يردوا على هذا الهجوب يعني بطريقة أو بأخرى هذه نقطة نقطة الأخرى فعلا الغرب غزى العراق غزى ليبيا لكن لم يقدم النموذج سنوصل هذا الحوار ولكن نذهب إلى فاصل قصير نوصل بعد وحلقة اليوم برنامج حديث الساعة مشاهدين ومستمعي بي بي سي ابقوا معنا تعددت الوسائل والهدف واحد صور نفسك من خلال هاتفك الذكي وشاركنا برأيك أو عبر حاسبك اللوحي حاور وجادل في القضايا التي تهمك من أي مكان في العالم شاركنا عبر الكلامات الهاتفية البريد الإلكتروني ورسائل النصية وعبر الوابكام نقطة حوار على شاشة وإذاعة بي بي سي نحن شبات طموحات نحن وعيات ونتسم بالحكمة نحن القادة نحن من لدينا الدواء نحن من نروي القصة ولكن هل نحن متساويات؟ أسبوعان من البرامج الخاصة نقدم خلالها عالم المرأة المخاطر التحديات الفرص مئة امرأة نصف العالم يتكلم على بي بي سي أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا من جديد في حلقة اليوم برنامج حديث الساعة والتي نتناول فيها تداعيات تفجيرات باريس ولكن قبل أن نواصل هذا الحوار نستعرض مع بعض المعلومات عن تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية فقد غير التنظيم اسمه عدة مرات حيث ظهر التنظيم لأول مرة في العراق تحت اسم جماعة التوحيد والجهاد في شهر سبتمبر 2003 تحت قيادة أبو مصعب الزرقاوي حينها في أكتوبر 2004 أعلن الزرقاوي البيعة لزعيم التنظيم القاعدة أسامة بن لادن وقام بتغيير اسم جماعاته لتنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين في يناير 2006 اندمج التنظيم مع مجموعة من التنظيمات الأخرى وشكلوا مجلس شورى المجاهدين في العراق في الثامن من أبل 2013 توسع التنظيم إلى سوريا وتبنى اسم الدولة الإسلامية في العراق والشام في 29 يونيو 2014 أعلن التنظيم تغيير اسمه مرة أخرى إلى الدولة الإسلامية فقط معلنا نيته إقامة خلافة عالمية من بروكسل علي وحيدة مرحبا بك مرة أخرى أستاذ علي يعني كنا نتحدث أنا والأستاذ عبدالبر العطوان عن استراتيجية التنظيم وأنه في طاردة الفعل ولكن إلى أي مدى الأزمة السورية يعني بتفاعلاتها بطريقة أو بأخرى أدت إلى ما نشهده اليوم في باريس وهل هذا سيغير من استراتيجية فرنسا تجاه الأزمة برمتها أعتقد أن الأزمة السورية دخلت منعطف حاسم عندما تدخلت روسيا قبل تدخل روسيا تنظيم الدولة لم يكن يتعرض إلى ضربات موجعة ولم يتعرض أيضا إلى منافسة لضربه من قبل الدول الغربية الساعية إلى فرض رؤيتها للحل في سوريا بعد الضربات الروسية كان فيه تشكيك من جانب الدول الغربية بشكل علني وكان فيه نوع من الغضب أيضا على الرئيس الروسي بوتين لتوروته في الحرب الروسية الآن الجميع يبحث عن حلقة وصل وقناة اتصال مع القيادة الروسية لأن المعادلة تغيرت على الأرض بشكل جذري ولا يمكن التوصل إلى بلورة حل للأزمة السورية دون إشراك الروس أعتقد أن روسيا قد تجاوزت فرنسا بعدة خطوات على طريق تأثير على الأزمة الروسية هذا الخوف من التهميش هو الذي بات يدفع الاتحاد الأوروبي وفرنسا تحديدا إلى مراجعة الحسابات وهو أمر طبيعي ومنطقي ومتوقع والأيام المقبلة سوف تشهد نوع من الصفقة ولكن أعتقد أن الثمن بالنسبة لأوروبا سيكون باهظا سيكون الإقرار بالحضور المستدام لمئات الآلاف من اللاجئين وسيكون أيضا اقتسام إدارة الشرق الأوسط مع روسيا للمرة الأولى منذ نهاية الحرب الباردة وكل ذلك يأتي بسبب الأخطاء التي ارتكبتها فرنسا ومن ورائها الاتحاد الأوروبي منذ البداية في إدارة مجمل الربيع العربي والأزمة السورية تحديدا هناك تعويل على معارضة أثبتت على الأرض أنها غير موجودة هناك تغافل على تحالفات مثل التحالفات مع تركيا التي هي عضو في الناتو وتتحالف مع تنظيمات غير ديمقراطية في الشرق الأوسط إذن نحن الآن أمام ساعة الحقيقة إما أن الأوروبيون يكتشفون أن الإقرار بالواقع الجديد الآن في المنطقة يحتم عليهم التركيز على داعش والتركيز على مراجعة سياساتهم مشاهدين أشرك في الحوار الآن وضيفنا الذي انضم إلينا من واشنطن دايبيد بولوك كبير الباحثين في مركز واشنطن لدراسات الشرق الأوسط مرحبا بك سيد دايبيد الولايات المتحدة تقول فرنسا أنها قد تعاونت معها بشكل أو بتحول كبير في هذا التعاون لكن لا نفهم لحد الآن ما هو شكل هذا التعاون بين الولايات المتحدة وفرنسا في مواجهة تنظيم الدولة وخاصة أن أوباما ظهر من أكثر مرة يتحدث ويتعاطف ويتضامن مع باريس في هجماتها لا الحقيقة أنه التعاون الفرنسي الأمريكي لقد كان من زمان في مواجهة داعش في العراق وكمان في سوريا الحقيقة أنه التحالف الغربي والعربي المشترك ضد داعش لقد قاموا بقصوف جاوية ضد مقاعد جاوش في العراق وفي سوريا منذ أغسطس السنة اللي فاتت وكيف سيتغير ذلك الآن مع دخول باريس بهذه الهجمات وفارس تقول أنها أعلنت حرب وأنها في حالة حرب الآن على أراضيها طبعا الفرنسا متضامنة أو الولايات المتحدة متضامنة تاريخيا مع فرنسا ولكن نقطتي هي كيف ستتغييس استراتيجية الولايات المتحدة في التعامل مع الاتحاد الأوروبي وفرنسا في التعامل مع تنظيم الدولة نعم سؤال جيد والحقيقة أنه هذا التغير حتى الآن غير واضح بشكل كامل وأنا أعتقد أنه نحن سوف نرى ونحن لقد رأينا في الأيام الأخيرة الازدياد في سرعة القصوف الجوية الأمريكية والفرنسية مع بعض ضد مقاعد داعش في العراق مثلا في السنجار في شمال العراق وفي دواحي مدينة راقة في سوريا وكذا وكذا ونحن رأينا مثلا أسطول فرنساوي عسكري في مياه الخليج وكمان هناك سفينة طائرات نقل طائرات أمريكية في مياه الخليج في نفس الوقت ولذلك أنا أعتقد أنه هناك نعم تحالف عسكري روسي فرنسي هذا صح ولكن التحالف العسكري الأمريكي والأوروبي مع فرنسا أقوى من هذا التحالف الجديد الروسي الفرنساوي دكتور عبد الباري هل ترى العلاقة بين فرنسا والولايات المتحدة والروسي ستكون علاقة تكاملية عسكريا أم ستكون علاقة نفسية لا ستكون تكاملية بس في موضوع الدولة الإسلامية سمعنا اللي هو أولاند يطالب بتشكيل ائتلاف دولي موسع يضم روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا ودول إقليمية مثل حتى إيران تحدث عن إيران وتحدث عن السعودية وتحدث عن دول الخليجية مثل الإمارات وقطر علاوة على تركيا يعني عندما نتحدث عن هذا التحالف الكبير ماذا يعني؟ يعني أن روسيا خرجت من عزلتها يعني أن هذا التحالف سيكسر العزل الروسية التي بدأت بعد أن استولت روسيا على جزيرة القرم شب جزيرة القرم وضمتها إليها نقطة ثانية أيضا هذا يجعل الغرب يقترب كثيرا من وجهة النظر الروسية في سوريا سمعنا لافروف اليوم يقول في مؤتمر صحفي مع باسيل الذي هو نظيره اللبناني يقول بأن الغرب بدأ موقفه يتغير فيما يتعلق بمستقبل الرئيس السوري بشار الأسد يقول للأسف أن هذا التغيير صار بعد كارثة كبرة حصلت في فرنسا وسقط 130 ضحية دايفيد بولوك إذا كانت الولايات المتحدة اقتنعك بوجهة نظر الروسية وربما يكون هذا الثمن التعاون واحتواء وربما تدمير داعش كما ترغب فرنسا هذا الثمن هل مستعد الولايات المتحدة اليوم لأن تدفعه؟ وهل لحلفائها في المنطقة تركيا والسعودية؟ لم لكن لهم قول في ذلك أيضا؟ أم الناس ستتجاوزهم هذه المرة؟ أنا كما أن أفهم حتى الآن الموقف الأمريكي تغيرت من كم أشهر حتى قبل هذه الغارات أو هذه الوقعات الإرهابية في باريس وأماكن أخرى في أوروبا الموقف الأمريكي كانت مستعد لقبول مرحلة انتقالية ما يسمى مرحلة انتقالية في دماشق بمشاركة الرئيس بشار الأسد لمدة هذه المرحلة الانتقالية وهذا من زمان في المؤتمرات الأخيرة في فيينا وفي أماكن أخرى لكن الموقف السعودي كما أنا أفهم والخليجي مختلف وأنا أعتقد أنه حتى الآن هم السعوديين والإمارات ودول أخرى في الخليج مصرون على إرحال الرئيس بشار الأسد فورا وعلى إسقاط النظام بشكل كامل ولكن هذا يأتي على بسامع أوباما في الوقت الذي ربما يقولون أصبح بشار الأسد عقدة وقف هذه الهجمات التي تشهد أوروبا وتحرج الغرب أمام الشعب وتهدد اقتصاداتهم وتهدد دولهم بشكل أساسي هذا صحيح ولكن هناك كما تفهم الإدارة الأمريكية الآن هناك فرق بين المدى الطويل من ناحية والمدى القريب والمدى القصير من ناحية أخرى والحقيقة أن الرئيس أوباما ووزير خجية أمريكا جون كيري ما زالوا يقولون أنه في النهاية لازم تناحي الرئيس بشار الأسد وتحول إلى نظام ديمقراطي أو أكثر ديمقراطي في دمشق ولكن هذا المدى الطويل والآن التركز الطوارئ على مواجهة داعش بمشاركة وهذا غير علني ولكن هذا المقصود بمشاركة النظام في ديمقراطي بمشاركة روسيا وحتى بمشاركة إيران في هذه المواجهة دكتور عالي وحيدة إلى أي مدى اليوم ربما الاتحاد الأوروبي أو فرنسا تحدثين تسمي الأشياء بمسمياتها قبل هذه الحادثة كانت فرنسا تشكل لجنة إلى جانب المجتمعين في فيينا واعترضت عليها روسيا وهذه كانت رباعي قطري تركي فرنسي على ما يبدو من أجل حسب مسألة عدم مقاء بشار الأسد في السلطة اليوم فرنسا إلى أي مدى هذا أصبح ربما من عاشر أولوياتها وليس في قمة أولوياتها في الواقع لمجرد التذكير فإن المستشارة الألمانية ميركل في سبتمبر الماضي هي أول زعيم دولي تحدث عن إشراك الأسد ومخاطبته كان ذلك في أوج أزمة اللاجئين هذا الموقف الألماني كان هو التغيير الفعلي في موقف الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي الآن تم تهميشه في اجتماع فيينا الأول ولكن بتدخلات ألمانية تمكن الأوروبيون من الذهاب إلى فيينا والجلوس مع القوى التي تتفاوض بشأن مستقبل سيريا رسميا والاتحاد الأوروبي يعتبر أن عليه أن يلتسق بمهمة المبعوث الأممي استفادوا مستورة هذا ما يقال ولكن عمليا تصريحات كل ما يصل المؤتمر تطلع تصريحات تختلف كل دولة لديها رؤيتها خاصة فرنسا تقول سقور الذين يريدون إسقاط الأسد عمليا الاتحاد الأوروبي يريد في مرحلة أولى وفي المستقبل القريب جمع بعض من فصائل المعارضة السورية بشكل منفرد أي أن الاتحاد الأوروبي يتولى عملية تنسيق لمواقف المعارضة للذهاب إلى المرحلة المقبلة والتعويل والمرهنة على المرحلة الانتقالية هذه المرحلة الانتقالية لا تزال غامضة ولكن الشبه المؤكد هو أن أتباع النظام السوري وليس بشار الأسد سيكونون مقبولين من قبل الاتحاد الأوروبي والتركيز مع روسيا يجري حاليا حول هذه النقطة المحددة إلى أي مدى روسيا وإيران سيقبلان بإشراك عناصر من النظام السوري في المرحلة الانتقالية وكيف ستجري أيضا العملية الانتخابية طيب أستاذ ديفيد مسألة توسيع نطاق الأهداف المحتامة للولايات المتحدة ضد التنظيم قالت في البداية الولايات المتحدة قات بأنها لن تستهدف البناء التحتية في المناطق التي يسطل على التنظيم اليوم تقوم بذلك عبر استهدافها لصهاريج النفط وغيرها إلى أي مدى ممكن أن تنظر الولايات المتحدة في هذه السياسة من أجل أن بالفعل تقدم ضربات أو تقوم بدربات موجعة للتنظيم على أراضيه أنا أعتقد أنه أولا هناك سوف أهم بنسبة لتقدم عسكري من قبل داعش أنا أعتقد أنه الحقيقة أنه التحلف الأمريكي الغربي العربي لقد حرر مثلا مدينة كوباني في سوريا وحرر مدينة مدن أخرى في العراق وفي سوريا من سيطرة داعش من زمان والحقيقة أنه ضربات الجوية ناجحوا إلى حد ما أو نسبيا في مكافحة داعش حتى الآن وإزدياد هذه القصوف الجوية في المستقبل أو الآن أنا أعتقد أنه سوف تنجح كمان في هجوم داعش وفي إنسحاب أو الإجبار إنسحاب داعش من أماكن أخرى في سوريا وفي العراق في نفس الوقت أستاذ عبد بلعطانا كتعليق على هذه النقطة هل تغيرت استراتيجيات المتحدة من الاحتواء إلى الآن بالفعل دفع التنظيم من أراضي؟ أنا أعتقد أن الاستراتيجية الأمريكية في سوريا والعراق مرتبكة جدا وغير واضحة ومتقلبة ولا تستطيع أي مراقب أن يعرف ماذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية على وجه التحديد نعم تمت هزيمة الدولة الإسلامية في سنجار وجرى استعادة مدينة سنجار وهي ليست مدينة على أي حال هي بلدة لكن هذا لا يعني أن الدولة الإسلامية خسرت شيئا كبيرا في كوباني لم تكن تحت سيطرة الدولة الإسلامية حتى تسقط في قوات الحماية الشعبية الكردية لا كانت عبارة أن الدولة الإسلامية حاولت أن تستولي على هذه البلدة لأنها لها موقع استراتيجي في طريقها للوصول إلى شمال غرب سوريا على وجه التحديد لكن ما أريد أن أقوله على وجه التحديد أن هذه الضربات الأمريكية الآن التي تستهدف الرقة أو تستهدف الموصل يعني كم تقتل من المدنيين؟ لماذا لم نسمع عدد المدنيين الذين يقتلون في هذه الغارات؟ يعني هذه مسألة على درجة كبيرة من الأهمية كم من المدنيين قتلوا؟ لماذا لا نعرف؟ حتى تدمير بعدين نقطة أخرى بس خبرا تروحي إلى السيد ديفيد يعني أن الدولة الإسلامية يعني الدولة الإسلامية ما عندهاش قصر إليزي مثلا حتى تروح الطائرات تضربوا في الرقة مثلا هؤلاء الناس الآن يعني تأقلموا مع هذه الغارات الجوية وأصبحوا يحتاطوا لها مثلما احتاطت لها حركة الطالبان أصبحوا تحت الأرض يعني ماذا تضرب الولايات المتحدة؟ تضرب مدنيين يعني هذه الحقيقة يعني نحن لا نعرف كم عدد المدنيين لا أعتقد أن مقاتلي الدولة الإسلامية لهم مثلا يعني مليتري بارك اللي هو يعني باركات أو يعني قواعد عسكرية مثل مثل بريطانيا أو فرنسا أو إيطاليا أو السعودي لا هؤلاء الناس عبارة عن يعني فدائيين أو مقاتلين أو يعني أيضا دايبد لديك تعليق على هذه النقطة يعني الوثمت الحالة تستهدف مدنيين كما يقول السادة عبدالباري عضوا أولا أنا أعتقد أنه في كل حرب للأسف الشديد هناك ضحايا مدنيين هذا الصحيح والحرب اللي نحن نرى الآن ضد داعش ليست استثناء لهذه للأسف هذا عادي والتباعي والحقيقة أنه حسب محاسبات مجموعات سورية مختلفة معينة المراقبين السوريين المدنيين في الجلاء نحن نعرف عدد الضحايا المدنيين كم عددهم يا سيد ديفيد؟ العدد حتى الآن كما يقول هذه المراقبين السوريين تقريبا مئة من المدنيين الذين قتلوا في الهجوم الجوية في الأيام الأخيرة وأنا بدقة في الأيام الأخيرة هذا طبعا هناك كانوا في الأشهر الماضية كانوا كمان عدد كبير من الضحايا المدنيين هناك نقطة أريد أن أكثرها قبل أن ينتهي هذا الحوار مع دكتور علي وحيد دكتور علي وحيدة اليوم ما هو الحل الأمثل ربما للتعامل مع خطر التنظيم التي بدأ يدق أبواب أوروبا بل ليس لم يدقها بالكثرها في باريس نعم هذا هو السؤال الأكثر أهمية على الإطلاق ويتعلق بهل يمتلك الأوروبيون والدول الغربية الرؤية الصحيحة لمعالجة شؤون المنطقة لأن معالجة شؤون المنطقة هي الحل ومفتاح القضاء على تنظيم داعش يعلمون جيدا أنه بدون إشراك السنة في العراق فإن العراق حتى ولو يتم تدمير داعش فإن السنة لن يقبلوا بالأمر الواقع وسوف يثورون مجددا ولو لعدة عقود يعلمون جيدا أنه من دون إقامة الدولة المؤسساتية في سوريا وذات التعددية في الأعراق مثلما عاشته سوريا تول تاريخها فإن الأمر لن يتحسم يعلمون أنه في ليبيا فإنه من دون تفكيك الميليشيات والخارج عن القانون ويعلمون ذلك جيدا فإن الأمور في ليبيا سوف لن تعود إلى ما كانت عليه هذه الوقايع يجب على يبدو أن السنرهات طويلة تنتظر للولايات المتحدة إذا كانت تطبق ما يقوله الدكتور علي وحيدة أستاذ دايبد ولكن أوباما يقول دعمنا لا نذهب إلى الفخ الذي رسمه لنا تنظيم الدولة هجمات باريس هي سياسة تبروفوك ذا إنامي بمعنى استفز العدو من أجل أن يظهر وينتشر ويصبح حدفا سهلا هذا صحيح والرئيس أوباما ما زال يتصرف في الترددية سياسة التردد وأنا شخصيا لا أتفق مع هذه السياسة الأمريكية وأنا كنت من زمان أدعم ازدياد المساعدة الأمريكية أولا للمعارضة المعتدلة السورية وثانيا لإقامة مناطق آمنة أو حذر جوي فوق أراضي سوريا وكذا وكذا وأوباما يرفض كل ذلك ولكن هو التحرك الأمريكي يزداد في شكل مدرج بطيء ولكن مزداد من ما كان في الماضي ونحن نرى الآن مثلا أوباما مستعد لإرسال خمسين من القوات الأمريكية الخاصة على الأرض في الميدان في سوريا وهذا عنصر جديد في التكتيكية هذا ليست استراتيجية كاملة وناجحة حسب رأيي الشخصي ولكن هذا نعم من ازدياد التكتيكية الأمريكية العسكرية لمواجهة داعش في شكل أكبر وأخطر وأصعب مما كان في الماضي طيب دكتور أستاذ عبدالبيري يعني مسألة التعامل مع التنظيم والحل الأمثل للتعامل معه في هذه المرحلة وبعد ما أصبح خطرا حقيقيا في أوروبا هل عملية القصف ونشر خمسين جندي أو من القوات الخاصة الأمريكية هو الوسيلة الأمثل الآن يعني هناك مدرستان المدرسة الأولى تقول بأن هذا التنظيم له جذور واستطاع أن يسيطر على منطقة أكبر من بريطانيا ويحكم على الأقل عشر ملايين مواطن فيجب احتواء هذا التنظيم يعني عدم الخوض أصبح دولة أمر واقع مفروضة في المنطقة هناك مدرسة ثانية تقول لا أن هذا التنظيم خطير جدا ويجب القضاء عليه واجتثاثه من جذوره والآن في الرئيس باراك أوباما الآن هو بين المدرستين لم يقرر بعد أي مدرسة يقف معها هل يقف مع مدرسة الاحتواء أم مع مدرسة الاجتثاث والتدمير ولذلك تجد قراراته دائما مترددة أنا في تقديري الرئيس أوباما يدرك جيدا بأن تنظيم الدولة الإسلامية سيكون من الصعب اجتثاثه لأنه له حاضنة عراقية سنية وله حاضنة سورية سنية أيضا فليس بدون إيجاد حل منصف وعادل للأزمة السورية وإنهاء نظرية التهميش لبعض القطاعات السورية والعراقية لن يذهب هذا التنظيم من الخريطة لن يتم القضاء عليه بشكل أساسي وبشكل رسمي بس أرجع لنقطة اللي هو سيد ديفيد تتفضل فيها وهي أنه مئة مدني قتلوا فقط يا سيد ديفيد يا سيد ديفيد سبع آلاف غارة جوية كانت تضرب في جبال الهملايا سبع آلاف غارة وصواريخ وقنابل ومن الـ F-15 وF-16 أحدث الطائرات يعني معقولة بس مئة مدني فقط على مدى سنة من 7000 ضربة يعني الله عرفه بالعقل والله يا سيد ديفيد لا سمحت يا سيدي ما أنا قلت أنه في الأيام الأخيرة في الأيام الأخيرة فقط لقد قتلوا حسب المراقبين المستقلين السوريين أنفسهم في الأيام الأخيرة فقط قتلوا تقريبا باللي قبل الأخيرة يا سيد ديفيد الحقيقة طبعا هنا لقد قتلوا مئات ويمكن آلاف من المدنيين في الغارات منذ سنة أو سنتين هذا طبيعي في كل حرب وهذا غير مقصود هذا غير مقصود ولكن هذا في نفس الوقت لا يمكن الامتناء عن قتل عدد معين من ضحايا المدنيين للأسف الشديد وكل العالم يفهم ذلك يعني أنتقل بالسؤال مرة أخرى ربما دخلتم في نقاش حول مسألة المدنيين وطبعا على أهميتها دكتور علي وحيدة اليوم إلى أي مدى الغرب متخوف من أن وصول اليمين إلى الحكم ربما في الفترة المقبلة سيكون مسألة وقت فقط كلما تحدث هجمات من هذا النوع يعني يشككون بأن كل مسلم ربما سيكون موجود على الأراضي أو على التراب الأوروبي سينظر له بعين الريبة أما يكون إرهابي أو يحمل فكرا إرهابيا في الواقع خاطر اليمين وصل بالفعل فالإجراءات والتدابير التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي هي من وحي خطط اليمين في ألمانيا بدأت المستشارة تتراجع تحت ضغط بيجيدا في بولندا الحكومة الجديدة أعلنت أنها لن تتضامن في شيء مع الاتحاد الأوروبي في المجر وفي سلوفينيا وفي كرواتيا تقام الحواجز وتقام الأسوار والآن الخطوة المقبلة والتي سيتخذها وزراء الداخلية الأوروبيون نهر الجمعة هي حزمة غير مسبوقة من الإجراءات الأمنية من التحقق من الشخصية من تبادل معطيات المسافرين من التصمت من تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وهذا يعني أن اليمين قد انتصر المشكلة هو أن لا يوجد مقابل ذلك أي خطة محددة أو أموال لتشجيع اندماج المهاجرين في المجتمعات الأوروبية والآن التركيز هو على اتهامهم دون المساس بالمسببات الهيكلية للتهميش والعزال هذه أمور مهمة جدا وأعتقد أن اليمين قد حقق إنجازات بدون صناديق الاقتراع هذه المرة شكرا لك نترك الحوار هنا دكتور علي وحيدة صحفي المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي شكرا لوجودك معنا وشكرا لكبير الباحثين في مركز واشنطن لدراسات الشرق الأدنى السيد دايبد بولوك والأستاذ عبد الباري العطوان رئيس تحرير جريدة الرأي لوجوده معنا هنا في استوديو البي بي سي في حوارنا اليوم في الختاب لا يسأل لأن نشكركم مشاهدين ونشكر مستمعين الذين بقوا مع بي بي سي في برنامج حديث الساعة ألقاكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله اشتركوا في القناة